مرحبا جميع طبعا هالموكف هيدا كتير سيء وبلاغت فيه كتير ولكن اللي حبّت توضح من خلاله هو انه باي لغة اذا نحنا دايما نعدنا نفس الكلمات ونفس العبارات المحادثة رح بتكون واقفة وكتير بعيدة عن الطريقة اللي بيحكو فيها الناطئين الاصليين اليوم بقدم لكم الدرس الثالث بكرس المحادثة باللغة الإنجليزية ورح نستمر مع موضوع التحية والسلام واليوم رح نحكي عن طريقة السؤال عن حال شخص لنسأل كيف حالك باللغة الإنجليزية طبعا كلنا بنعرف how are you how are you اللي ممكن أوقات تكون شوية رسمية أو إذا استعملناها مع أصحابنا بيكون يمكن بقالنا فترة ما شفنا هالشخص لشخص دائما بشوفه أو بمواكف شوية رياضية أكتر في عشر عبارات اليوم بحب عرفكم علي هون وأيضا طريقة الرد وبآخر هالفيديو رح نعمل هيك محادثة بين شخصين بينه وبين صديقتي رح نستعمل فيها العبارات اللي رح نتعرف عليها اليوم وأيضا اللي شفناه بدرسنا الأول ودرسنا الثاني عن hello and goodbye وهلأ لنبدأ درسنا ready let's go جملة الكاملة والصحيحة هي how are you doing لما منقولها من لختصرة وأيضا بكلمة doing ممكن ما ننطق حرف لجي إذا بدنا ممكن نقول how you doing الرد بيكون قصير وإجابي لأن باللغة الإنجليزية عادة لما حدا بيسألنا كيفك أو كيفك ما بيتوقع لا رد طويل ولا رد صريح فعادة منستعمل صفة ومن بعد هيك منقول شكرا فمنقول مثلا fine thanks أو fine thank you thanks أقصر فأنا عارضا بيستعملها أكتر خاصة يعني بما ويكفة رياضية فممكن نقول fine thanks fine thanks أو بما كان fine ممكن نقول well well thanks أو well thank you هلأ ما رح دائما نعيد كلمة thanks أو thank you بس طبعا رح نستعملها لأن نحن مقدبين فممكن نقول fine ممكن نقول well ممكن نقول great great good good okay okay أو all right all right بخصوص all right هاي الطريقة لكتابة all right هي الطريقة الصحيحة الوحيدة أو الوحيدة الصحيحة اوكي كلمتين all right all مع اتنين l ولكن توجد طريقة أخرى غير رسمية منستعملها مثلا على التشات أو على السوشال ميديا واللي هي all right ككلمة وحدة ومع l وحدة all right طريقة غير رسمية الطريقة الصحيحة هي all right all right ككلمتين ومع double l بكلمة all اوكي هلأ مثل ما علنا الإجابة ممكن تكون قصيرة عبارة عن صفة وشكرا او ممكن استعمل الجملة اوكي بها الحال السؤال كان how you doing فالإيجابة بتكون I'm doing اوكي هاي دي للجملة I'm doing fine I'm doing well I'm doing all right I'm doing ok فممكن ربها الطريقة هاي دي ممكن اختصر I'm doing وقول doing doing fine doing okay doing great doing well او ممكن اختصر الجملة بشكل آخر وقول I'm I'm well I'm fine I'm okay I'm all right اوكي هلا بأمريكا كتير رح تسمعوا I'm doing good او I'm good ازا بنحكي عن الكواعد هالشيء هاي دا خطأ لأن good هي صفة نستعملها لنوصف شخص او شيء بينما لما بنكون عم نحكي عن افعال و بدنا نعد الفعل I'm doing كيف عم قوم بشيء بقوم فيه بشكل اوكي بدنا حال بدنا ادرب فهون المفروض نستعمل well I'm doing well المفروض ما نقول I'm doing good ولكن بقت عبارة كتير كتير شيء عن ناس ناس بتقول I'm doing good فراح تسمعوها و ازا بتكون ايضا ممكن تستعملوها بامريكا ما في اي مشكلة ببريطانيا وايضا باستراليا بتكون من الافضل ان تقولوا I'm doing well او يعني بالموكف الرسمية تقولوا I'm doing well بلا ما تقولوا I'm doing good اوكي لا نستمر How's it going How's it going How is it going How is it going بنختصرة How's it going ايضا هون ممكن تقولوا going ممكن تقولوا going مع صوت G خفيف How's it going وهون الرد ايضا ممكن يكون fine well أوكي او كجملة متل ما قلنا الجملة لازم تمشي مع السؤال فهون ما بقدر قول I'm doing okay لازم رد على السؤال How's it going It's going fine It's going great It's going well It's going okay وهون ايضا رح نسمع It's going good اللي متل ما قلنا المفروض نقول It's going well اوكي فاذا بدي اختصر It's going ممكن نقول going going fine going well going great ولكن ما بقدر اختصرة وقول It's It's fine او It's good او It's great لان هون المعنى بيختلف اوكي فاذا بتكون تختصروا It's going قولوا going لان استمر لان استمر لان اقول things are Things are great Things are good Things are fine او ممكن ايضا نقول Not bad Not bad Not bad ببريطانيا كتير منقول Not too bad Not too bad Not too bad Thanks Not too bad Thank you Not too bad سؤال مثل How are things او بيشبهه كتير هو How is everything How is everything ايضا هون من جو بنفس الطريقة How is everything باستثناء يمكن جملة بتكون شوي صعبة ما منقول Everything is فقط بقول Not too bad Thank you أو Great Thank you أوكي How is life How is life How is life أيضا هون كلمة وشكرا رح تكون اجابة لك أو ممكن نقول Life is great Life is great Life is good Life is good Life is good أو ممكن نقول Can't complain Can't complain Can't complain أو إذا الأمور عن جد كتير منيحة ممكن نقول Couldn't be better Couldn't be better Couldn't be better إذا عم بحكي مع شخص قريب مني وبدي يكون صريحة أكتر والأمور مننا كتير منيحة ممكن نقول Could be better Could be better Could be better أوكي هذه طبعا بعكس Couldn't be better أوكي طريقة كتير كتير رياضية وأصيرة بنستعملها كتير ببريطانيا هي You are right You're right You're right جملة الكاملة هي Are you alright؟ ولكن إذا قلت لشخص Are you alright؟ رح بيبين إنه مشغول بالي عليه فمنختصرها ومنقولها بطريقة خفيفة أكتر منقول You're right؟ وهون الإجابة ممكن تكون Yeah I'm okay Yeah هوني أنا بستعمل Yeah لعن أيضا هوني بضيف كمان يعني شوي informality أوكي بيكون الرد كمان رياضي أكتر فبقول Yeah I'm okay فما بعيد كلمة Alright لنوعها شوي بقول Yeah I'm okay أو Yeah I'm fine ممكن أيضا نقول Fine Yeah I'm well وسؤال مثل You're right هو You're okay؟ وأيضا هون السؤال الكامل بيكون Are you okay؟ ولكن كمان هالسؤال رح بيدل على إنه مشغول بالي على الشخص فبختصر وبقول You're okay؟ لأسأل كيف حالك أو كيفك You're okay؟ Yeah I'm alright فهون عكستن أوكي فبلا معيد Yeah I'm okay بقول Yeah I'm alright Yeah I'm good Yeah I'm fine عبارتين كتير من إسمعها هي What's up؟ What's up؟ كتير رياضية كتير الشباب بيستعملوها What's up؟ What's up؟ هون الإجابة بتختلف ما بقدر قول Fine أو Great أو Well أو I'm doing fine great well بدي أقول Not much Not much What's up؟ Not much أو Nothing much Nothing much What's up؟ Nothing much What's up؟ Nothing much Nothing much أو ممكن أيضا نقول Same old Same old What's up؟ Same old Same old What you up to؟ Same old Same old Same old Same old أو أيضا على سؤال مثل What's up؟ أو What you up to؟ ممكن جاوب ويقول مثلا احكي عن إشي عم قوم فيها مثلا دوا بنرجعت من العمل بكرة طالع رحلة أوكي؟ لأن سؤال مثل What you up to؟ ش عم بتساوي؟ أوكي؟ ممكن أيضا نفهمه بهالطريقة هايدي فممكن نقول Just got back from work Just got back from work أو ممكن نقول I'm going on holiday tomorrow أو يعني نعطي معلومات إضافية لشخص ساكنين معه أو منشوفه دائما ممكن بلا ما نسأله كيفك ممكن نسأله عن نهارك كيف كان نهارك فممكن نقول How was your day؟ How was your day؟ وهون هالشخص ممكن يعطينا إجابة أصيرة وإجابية ويقلنا Great good أو ممكن يكون صريح معنا أكثر بيقلنا Really busy Really busy Really busy أو Stressful Stressful Really stressful Pretty stressful كيف ممكن نعدل دائما الصفات ممكن نقول Really أو ممكن نقول Pretty Pretty أخاف Really أقوى وما زالنا عم نحكي عن الصراحة لأعطيكم كمان عبارتين أو ثلاثة ممكن تسعملون إذا الأمور منا كتير منيحة هلأ شفنا إنه مثلا إذا شخص سألني How's life؟ ممكن نقول Could be better ممكن أيضا نقول Could be better إذا شخص سألني How are you؟ أو How you're doing؟ ممكن نقول Could be better أو I've been better How are you؟ I've been better أو How you're doing؟ I've been better I've been better I've been better I've been better ممكن بينهم قول Well I'm alive I'm alive I'm alive How are you doing؟ I'm alive I'm alive هون راح يعرفوا إنه الأمور منا كتير منيحة I'm alive أو ممكن نحدد أكتر شهية المشكلة فهم ممكن مثلا نقول Stressed out How are you doing؟ Stressed out Really stressed out Really stressed out Really stressed out Stressed out أو ممكن استعمل صفة من الصفات اللي شفنيها بأول هالفيديو ولكن عدل الطريقة اللي بقول فيهنها الصفات فممكن نقول I'm fine thanks أوكي هوني بين إنه بعكس I'm fine أوكي I'm okay thanks Yeah I'm all right thanks I'm good thanks فإذا ردت بهالشكل هيدا الناس راح تعرف إنه الأمور منا كتير منيحة أوكي هلا لنحكي عن طريقة رد السؤال أوكي شخص سألنا كيفك كيفك؟ هلا بدنا نرد السؤال بدنا نقول كيفك أنت؟ كيفك أنت؟ فهون طبعا إلنا أول شي بنقول Thanks أو Thank you وبعدين ممكن نقول How about you؟ أوكي مثلا شخص قال لي How are you doing؟ I'm fine thanks How about you؟ How about you؟ How about you؟ ممكن أختصرة وممكن نقول and you and you and you and you بما كان you ممكن نقول yourself and yourself and yourself and yourself وممكن نقول you أو yourself بدون and فممكن نقول I'm fine you I'm alright yourself أو ممكن رد السؤال أو اسأل كيفك أنت بعبارة أخرى وشدد على كلمة أنت أو أنت كلمة you فممكن مثلا نقول How are you؟ How are you؟ How are you؟ كيفك أنت؟ كيفك أنت؟ أو مثلا ممكن نقول How are you doing؟ How are you doing؟ How are you doing؟ How are you doing؟ How are things؟ ممكن ضفلة With you معك أنت؟ معك أنت؟ معك أنت؟ How are you doing؟ How are things with you؟ How's it going with you؟ How's it going؟ How's it going؟ How's it going with you؟ How's it going with you؟ How's it going with you؟ أوكي وهلأ شو رأيكم نركب هالعبارات واللي شفنوه أيضا بدرسنا الأول ودرسنا الثاني داخل حوار. Let's go. What are you up to? That much. You? I'm going down the gym actually. I'll catch you later. Yeah, take care. Bye. Evening. How was your day? Really busy. How about your day? Pretty stressful. I'm off. Have a lovely evening. You too. Take care. Bye. Bye.